إذن تبعنا هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تحدث كثيرا عن عدة قضايا بعد لقائه اليوم برئيس الفلسطيني محمود عباس في رامالله وأيضا لقائه بمجلس الحرب تحديدا رئيس الوزراء أيضا من يميني تنياهو تم الحديث في قضايا عدة متعلقة بالحرب على قطاع غزة رؤية أمريكية خلال الفترة المقبلة العمل على تعزيز الهدى الإنسانية المتتالية إدخال المساعدات والبحث عن رؤية جديدة حتى لا يتكرر المشهد مجددا كما حدث في السابع من أكتوبر هذا مجمل ما حدث به وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في هذا المؤتمر الصحفي الآن ينضم إلينا هنا في الأستديو دكتور سيفين أبو زيدا الوزير الفلسطيني السابق دكتور أهلا بك معنا مساء الخير مساء النور تابعت إذن ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي هناك لهجة مختلفة ربما أمريكيا تطور هذا الموقف الأمريكي مع تطور أيام الحرب وتطور أيام الهدى الإنسانية المؤقتة كيف فهمت هذه التصريحات وقرأتها يعني أنا باعتقادي هو ليس المهم ما قاله الآن بشكل علني هناك تسريبات من اللقاء الذي كان مع مجلس الحرب لقاءه هو مع مجلس الحرب اليوم ماذا تقول التسريبات؟ ماذا تقول؟ حسب وفقا لبعض وسائل الإلامة العبرية أنه سأل نتنياهو والوزراء كم تستغرق العملية الأسكرية التي تنون القيامة بها فرد عليه هيرتسا إليفي رئيس الأركان وقال أنها ستستغرق أسابيع فقال له بين لينكين إذا كنتم ستتظرفون بنفس الطريقة بمعنى بهذا العنف والقتل والدمار والقصف سيكون هناك غضب في العالم ضدكم وضدنا نعم وبالتالي يجب أن تغيروا من أدائكم من عملكم بحيث لا يكون المدنيين ضحية لهذا العمل فرد عليه هيرتسا إليفي بأن الدخول البري يعني تخيل هذا الرد العبقري الدخول البري هو أحسن أو أفضل من القصف بالطيران بالدخول البري لا يقتل فلسطينيين بمعنى أكثر من القصف بالطيران بمعنى الفلسطيني عليه أن يختار من أفضل لك أن تموت بقصف طائرة أم بقذيف الدبابة هذا هو يعني هذا يتحدث أن يرد علي بمعنى هو يعني بمعنى بلينكين قلق جدا من موضوع الدخول البري يبدو أنه قلق قلق على الفلسطينيين قلق من ردود الفعل العالمية مش قلق على الفلسطينيين أكثر قلق على ردود الفعل العالمية وعلى الغضب الذي سيكون ضد إسرائيل وضد أمريكا التي تدعم التي تتحمل مسؤولية كبيرة لما تفعله إسرائيل ولكن على أرض الواقع عدد الفلسطينيين الذين استشدوا خلال الاجتياح البري هو ليس بسيط يعني هو قدر الفلسطيني إما أن يموت بالقنبلة تلقيها طائرة أو قذيفة تضربها دبابة أو قناصة حتى أو حتى قناصة كما حدث اليوم خمسة شهداء اليوم أخرهم قبل ساعات شهيد من عائلة الشحيبر حاول أن يصل إلى بيته بالقرب من كارفور في وسط غزة وتم قناص إسرائيلي قتله على أي حال فهو يصر بلينكين في خلال هذا اللقاء مع مجلس الحرب أن لا تجبر إسرائيل أحد على النزوح من بيته في الجنوب لأن هناك أصبح حوالي مليون ونصف اثنين مليون فلسطيني في الجنوب عمليا أنت معظم الشمال أصبح في الجنوب أين يذهبون ماذا يفهم من ذلك؟ أن كليمتون لم هذا أن بلينكين هكذا يقول الإعلام الإسرائيلي لم يطلب من إسرائيل أن لا تستأنف عدوانها أن توقف العدوان ولكنه قلق من أن يكون هناك ضحايا مدنيين هو طلب أيضا أنهم يجب أن يدخلوا المزيد من المساعدات لكن ألا تعتقد أن هذا الأمر هو ضوءا أخضرا جديدا لاستمرار هذه الحرب لكن بطريقة أخرى احتراما لرأي العام الدولي حتى لا يغضب هذا الرأي العام من إسرائيل مجددا وتقوم القيامة عليه كما كان في بعض المظاهرات التي شاهدتها بعض العواصم الغربية أكيد هو ضوء أخضر من الأول من البداية هو فقط أكد على هذا الموقف لم يطلب منهم أن يوقف العدوان بشكل نهاي فقط أن يأخذ بعيد الاعتبار أن تبه أكثر إلى الضحايا المدنيين هناك لقات حمسوية